موسيقى أصبح لك عمر آخر في هذا المجال وهو المجال اللي بنتحدث عنه اليوم في اللقاء اللي هو موضوع ألف ليلة وليلة وما يتعلق بين مواضيع عدة وربما تكون الحاجة معاصرة لعدة تفاصيل معين ربما نناقش إن شاء الله في تفاصيل الحلقة الضيف الكريم اليوم الدكتور محسن موسوي هو أستاذ في جامعة كولومبيا في علوات المتحدة الأمريكية وهو مؤلف كتب ما يقارب سبع كتب في موضوع لقاءنا اليوم اللي هو ألف ليلة وليلة دكتور محسن أوش تحية طيبة سعيد جدا أشكرك أشكرك أستاذ طهرق أشكرا أحنا يعني سبق والتقينا كان في حوار أنت كنت مدير هذا الحوار وإن كنت أنت أكثر يعني الأكثر أهلية في الحديث في هذا الأمر اللي هو المتعلق بألف ليلة وكان في معرض جدة دول الكتاب كان مرتبط بالفنتازيا اليوم كان عندك أيضا موضوع آخر تقدمه مرتبط بالتسليع العالمي في زمن المعاصرة هذا اللي نعيش في اليوم لألف ليلة وليلة بيودي لو تعطينا على الأقل نبذة بسيطة جدا عن الورقة التي قدمتها اليوم أو الموضوع الذي طرحته اليوم في برنامج إثراء للقراءة نعم الموضوع الذي تحدثت عنه اليوم في هذا الملتقى له علاقة بكتابي الأخير قبل الأخير كتابي قبل الأخير لأن الكتاب الأخير هو السيرة الذاتية دراسة في السيرة الذاتية أما الكتاب ألف ليلة وليلة في الثقافات العالمية المعاصرة وقضية التسليع العالمي والترجمة والتصنيع الثقافي فهو كتاب يركز تركيزا شديدا على مسارات جديدة في طبيعة علاقة القارئ في الغرب بشكل خاص ولكن أيضا في الجنوب الأوروبي في القارات الثلاث إلى آخر علاقة هؤلاء علاقة هذا الجمهور بكتاب ألف ليلة وليلة من الذي تحول؟ نحن نتحدث عن ثلاثة قرون هذه ثلاثة قرون من التحولات في أوروبا في داخل الذائقة وفي داخل المجتمعات وهذه التغيرات في الذائقة لها طبعا جذورها المتأسسة في داخل هذه المجتمعات وطريقة التحولات في داخلها هذه التحولات انعكست أيضا على سبل القراءة المختلفة عن ألف ليلة وليلة لهذا السبب ترى أن القراءات الأولى مثلا كانت معنية أكثر باستجابات أي يمكن أن يستجيب هذا النوع من القراءة إلى قضايا معينة في ألف ليلة وليلة ولا يستجيب نوع آخر من القراءة إلى هذه الحكايات أو إلى المجموعة برموتها وهكذا وبينما نرى أن الميون الرومانسي اختلفت كثيرا والتقت وأصبحت أكثر تجانسا رغم الإختلافات في داخلها بين فلان وفلان ولكن أكثر تجانسا واستمر ذلك لفترة طويلة من الزمان حتى إذا ما جاء القرن العشرين شهدنا تحولات فعلية ليس في الذائق فقط ولكن في طبيعة التصنيع فما كان صورة بصرية يطلبها الناشر لإسناد الكتاب وتقديم المعنى تصوير الشخصية الفلانية إلى آخره تحولت هذه إلى صناعات جديدة حتى الرسم نفسه تحول إلى فن آخر شارك فيه الفنانون الكبار الرسامون الكبار المشهورون هذا نبهنا إلى أنه هذه الصناعة مثلا انتقلت حتى من الكتاب من الكتاب إلى السينما إلى الحركة المعمارية إلى آخر إلى الموسيقى طبعا بشكل واسع أيضا إلى آخره ولهذا هذه حركة كاملة وأثرت تأثيرا شديدا أيضا على طبيعة الروي أي أنه تعامل الروائيون والشعراء كذلك بطرائق مختلفة جديدة جدا لم نألفها ليس تقليدا ولا محاكاة ولكن أخذوا جوهر الفكرة جوهر الفكرة أنه ما هي محفزات الإبداع وكيف يمكن لك أن تبتكر وتنشط كمبدع كمبدع ولأن الخشية الفعلية في القرن العشرين وكذلك طبعا في هذا القرن الخشية الفعلية هي موت الإبتكار وهذا هاجس الفنان هاجس أي مبدع دائما هو أنه هل يمكن أن يبتكر شيئا جديدا أحسن من الشيء السابق حتى إحنا المؤلفين نفس الحالة أنا أصارع كثيرا أنه لأن لا يبدو كتابي اللاحق أقد شئنا من كتاب الأسبق وهكذا فتكون في ذينك هذه القضية ألف ليلة وليلة بدأت لولبا من الصعب يعني ما قالوه في القرن التاسع عشر من الصعب أن تجد كتابا بهذا الديوء استمر حتى هذه اللحظة من الصعب أن تجد كتابا بهذا الديوء وعندما تحدث بورخس وقال أنه الكتاب الأكثر أهمية وحدثا في تاريخ الأدب الأوروبي هذا هذا صحيح لأنه هذا الكتاب الذي لم يحقق شيئا واضحا في الثقافة العربية لا من قبل ولا من بعد حقاق كثيرا هناك وطبعا للمترجم له دور فاعل في ذلك لطبيعة الترجمات لأنه كما ذكرت في المحاضرة أو في الكتاب أيضا الترجمة المترجم ليس هامشا ليس ناقلا المترجم هو شخص آخر يرى أنه هو مبتكر هذا الكتاب ويتعامل مع النص وكأنه هو فعلا الذي كتبه ولهذا هناك حكاية طريفة عن بورخس عندما تحدث التهمة قلان المترجم الأول عندما تهم مثلا بأنه حرف وأضاف حكايات ويعنون بذلك الحكايات بينه وبين حنى ذياب وهذا صحيح يعني مع الحكايات وعاد كتابته بطريقته فقال بورخس قال يعني هو ما الضير في ذلك هذا الرجل الذي قرأ كثيرا ونشطه في ترجمة هذا النص من حقه يعني يبتكر وبورخس نفسه ابتكر حكايتين ودخلها في الترجمة الإسبانية لألف ليلة وليلة آه عجيب طبعا وهكذا هذه التوليدات المهمة جميلة لأن أي كاتب أو أي مترجم يشعر لدي شعور بأنه له الحق في الإضافة في داخل هذا الكتاب ودليل على التساع يعني خلني قل بطل الألف ليلة وليلة طبعا هذا النجاح هذا هو الابتكار الابتكار عندما تكون مجبرا أنت كقارئ مبتكر مترجم إلى آخره عندما تكون مجبرا على الإضافة والدخول والانتماء هذا الانتماء هو نعم اليوم مثلا لو نلاحظ مثلا ما يحدث في السينما الأمريكية تحديدا وربما أعرج على السينما حتى السينما العالمي ما يحدث في الأنمي الياباني المانجا مثلا الموسيقى في هذا الاستيراد لشخصيات خلني أقول حاضرة بشكل مستمر وكأنها غير قابلة للنسيان يعني شخصية مثلا السندباد وشهر زاد وشخصية بساط الريح أو عفوا يعني حضر بساط الريح وشخصية علاء الدين هل هذا كان جزء من حديثك عن التسليع الأولمي أو أم 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 إيه لا لا طبعا تحدثت عنه تحدثت عن علاء الدين بشكل خاص لأنه علاء الدين يعني أولت هولوود علاء الدين انتباها كبيرا نعم لأنه نجح ككارتون في بداية التسعينات نسنين نعم كان ناجحا للأطفال إلى آخره ولهذا أعيد كفيلم كفيلم قبل يمكن ثلاث سنوات أو أربع سنوات وأيضا باع كثيرا والفيلم واجه انتقادات كثيرة لأنه ابتعد عن ما يسمى بالنص نعم ما يسمى بالنص فجاء بغرائب غريبة وكتب عنها ذلك ولكن هي الغرائب التي جعلت منه أيضا سائدا سائدا بكلمة أخرى إذا كان المترجم يضيف ويعدل وما إلى ذلك ويشعر بالانتماء إلى ذلك الناس فإن صناع السينما بدأوا يشعرون بنفس القضية أن الكتاب يمكن أن يكون حاضنا لهم ويمكن أن تجري الإضافات والتعديلات لأنه أصبح ملكا لهم فصادروه صادروه بهذا المعنى حتى بالنسبة إلى حكايات سندباد على الرغم من أنه حكايات سندباد هي حكايات محددة أي أنها لا تسمح لك بالتمادي كثيرا على الرغم من ذلك ولكن أولا على صعيد النقد الأدبي اتهم السندباد بأنه هو أيضا قاتل ومستثمر ومستغل والدليل على ذلك أنه عندما كان يفعل كذا وكذا عندما يضايق يفعل كذا فإذن هو ذا رائعي بطرائق مختلفة ولا يمكن أن يكون إنسان النبي إلى آخر هذا الاتهام مثلا ولكن أيضا عندما يحول إلى السينما يحول أيضا ضمن هذه القراءة نبغي أن لا ننسى أنه السينما هي الآن عادة تحريفية لما كان هاملة لم يعد هاملة الذي قرأناه سابقا هاملة الإنتاج الجديد هو هاملة آخر قرية من زاوية أخرى جديدة وكذلك وكذلك كل تقريبا كتابات شيكسفير مكبوحة بأخرى ونفس الشيء نعم عيدة القراءة بموجب الفلسفة السياسية السائدة أو الفلسفة الاجتماعية السائدة أو قراءة التاريخ تعاد القراءة ويعاد الإنتاج بهذه الصورة فإذن لا توجد صورة ثابتة فقط لهذا نحن نتحدث عن هذه الصناعة هذه الصناعة الآن خصوصا في أجواء العولمة التي نسميها لم يعد هناك شيء منضبطا تماما ولم يعد هناك شيء يمتلك القدسية القديمة إنه هذا نص لا يجوز تحريفه لا يجوز تلاعب به إلى آخره لا هذا ما كبث أقدر أتلاعب به ألف ليلة وليلة أقدر أتلاعب به سندبال لسيلر لزم جون بارت وعاد كتابته نعم صحيح دكتور محسن فيما يتعلق في طروحة موجودة في العالم العربي إنه ألف ليلة وليلة بشكل أو بآخر أسهمت في خلينا أقول في تشكيل الصورة العربية في الوعي الأوروبي والدراسات المستشرقين بطريقة معينة وخلنا يقول وحبست العالم العربي وشرق الأوسط في ذلك المكان هذا هو الكلام به يعني كلمة حق ويريد بها باطل يعني يعني ألف ليلة وليلة هي جزء من موروث كامل في تكوين صور هذه الصور قد تكون إيجابية وقد تكون نمطية سلبية موجودة هذه موجودة ولكن إحنا ينبغي أن نعلم بأن حركة الاستعمار ليست حركة عادية يعني وليست حركة بريئة يعني لم يذهب المستعمر إلى هذه البلاد أو تلك لسواد عيون المجتمعات لا طبعا هناك مصلحة وأحسن من فكر بذلك طبعا وكتب عنها رواية روبينسون كروسو لدانيل ديفو دانيل ديفو عندما صدرت يعني بداية القرن الثامن عشر فعلا بداية القرن الثامن عشر رواية خطيرة ومهمة بعضهم وأذكر أحد تلاميذ مرة كتب عن أنه حي بن يقضان له علاقة بروبينسون كروسو مختلفة الجزيرة في ابن طفويل لها دور مختلف لها كيف يمكن أن تتأمل وتصل إلى إدراك الإله ووجود الإله سبحانه عز وجل كيف يمكن أن تدرك حتى بدون معونة أنه تتوصل إلى هذا القرار ضمن فلسفة بن طفويل في تلك الأثناء تختلف إذن مفهوم الجزيرة وفعل الجزيرة غير شكل غير شكل أما بالنسبة للروبينسون كروسو فتختلف أن الجزيرة ينبغي أن تكون خارية ينبغي يعني وعلى مثل ما يقولون لابد من إخلاء المكان حتى يبرر ما يسمى بالرجل في تلك الأثناء أسطورة الرجل الأبيض يبرر الوجود هذه طريقة روبينسون كروسو يعني وهو الذي يمنح القادم الجديد اسما والذي يعلم اللغة وهو إلى آخره هذا لازم يذكرك وإنه مكاولي مكاولي عندما قال عندما عندما دخلنا الهند رأينا أنه هذه الثقافة مالتهم ما نحتاجها لابد أن نجيبهم إحنا لتعلم هذه الثقافة مالتنا ولهذا رف من الآداب الإنجليزية الآداب الإنجليزية يمكن أن يعلمهم الكثير هذه فلسفة تربوية بالنسبة إلى المستعمر المستعمر يريد من داخل الأدب ومن داخل فرضيات عن الأدب يريد أن يستحوذ على ذاكرة وعلى معرفة فإذن ألف ليلة وليلة جاءت الذي يريد منها صورة نمطية هي متوفرة الذي يريد استثمارها لهذا الغراء أو ذاك هي متوفرة الذي يريد أن يقرحها إيجابيا كعمل فني كما عمل ليهانت الناقد والكاتب اللطيف في بداية القرن التاسع عشر واستمر حقيقة حتى الأربعينات يكتب بهذه الطريقة في عدد كبير من المراجعات وربما هو الأكثر غزارة في تقديم نقد أدبي قال تعامل مع ألف ليلة وليلة هو تعامل أدبي لا علاقة لها بالأفكار المحنطة كان يعني ينتقد لين ترجمة لين لأنه قال لين حولها إلى صور عن الشرق وعلى حديث وعن مشاهداته عنه في القاهرة وإلى آخره محاولة أن يربط هذا بذاك وهذا شيء مستحيل بالنسبة له ولهذا كان داعية الأول المبتكر لقراءة وكذلك طبعا في قضية صغيرة كانت داعية المهم لألف ليلة وليلة بصفتها فنن وليس بصفتها صور اجتماعية الذين أخذوها بصورة صورة اجتماعية نمطية للمجتمعات العربية هم الذين تمادوا واستثماروا استثمارا معينا لهذا الغرض أو لذاك أذكر في واحدة من نصوص الكتابة بورخس كان يتكلم عن أنه اكتشاف الشرق وسع مداركنا إلى أي مدى وسع الشرق مدارك الأوروبيين أو الغربيين بشكل صحيح في المقابل ألف ليلة وليلة كأنها يعني خرجت من شرقنا إلى الغرب ثم عادت لنا مرة أخرى إلى أي درجة تعتقد أن ألف ليلة وليلة وسعت مداركنا نحن أهلها حقيقة لم توسع كثيرا لم توسع يعني يعني هناك عودة شأن دائما أنه عندما تروج الأشياء في الغرب حتى الأسماء صحيح حتى الأسماء عندما تروج في الغرب نشعر بالرغبة فيها يعني على قول أحدهم لو كان أدور سعيد موجودا بيننا بالبداية ولم يذهب لما كان كتب له الانتشار حتى لو نشغل السشراء هذا واقع الحال هذا واقع الحال شوي الإلمان بهذه القضايا ما زال محدودا يعني ما زال محدودا فجاءت على استحياء كتبوا عنها في بداية القرن العشرين الذين عادوا من فرنسا كتبوا بكثرة عن ألف ليلة وليلة إلى آخره ومو من ضمنهم طبعا طاحسين توفيق الحكيم أيضا ولكن بالنسبة لكتاب دارسين أدب عربي أيضا عادوا وأثنوا لأنهم لاحظوا الآخرين يتحدثون عن ألف ليلة باهتمام فهذا الرواج مات بعد فترة سهر قلمة وينتجة تطرو هذا ولكن مات الموضوع مات الموضوع عندما أدرك الروائيون وبعض الشعاراء أنه في ألف ليلة وليلة هناك إمكانيات معينة بدأ بدأ الاحتفال المعين بألف ليلة وليلة واستعادة الذكريات كما فعل جبرة كيف قرأ في البئر الأولى ألف ليلة وليلة إلى آخره يعني تعورت نص مركزي تحس أنها لما صار هذا الاهتمام الغربي فيها في الثقافة العربية إلى لام ما يعتبر نص مركزي الشيك أنه يمكن أن نقول أنه أثرة الأدب العربي الحديث الشيك أنه موجودة بشكل أو بآخر ولكن كما قلت على استحياء يعني مجموعة العمال التي ممكن تكون استفادت في ليلة وليلة لا تصل للمرحلة التي نخلينا نقول التأثير فيها واضح جدا من الصعب أن نقول أنها خلقت تيارا أو حركة لا لم تصل إلى ذلك قبل أسابيع من الآهن صدر إعلان وأظن كان فيه كثير من ناس يتوقع أنه بيكون كتاب هذا موجود في معارض الشرقية الموجود في مركز معارض المنطقة الشرقية في الظهران نسخة ألف ليلة وليلة التي حققها الدكتور محسن مهدي التي صدرت عن لايدن في عام 84 ميلادي أي أظن فيه نقاش تذكر هي فترة طويلة يظل الحديث عنها والناس ما يصلوا لها يعني يسمعون عنها لما نوصل للطروحة نفسها باللغة الإنجليزية أو النسخة العربية المصورة الموجودة إلى أي درجة أسطرت النسخة هذه والحديث عنها يعني تغييراً يعني إلى أي درجة يعني النقاش أنها هي ركزت على 300 ليلة من الليلة العربية ومن ألف ليلة وليلة وقالوا أن البقية مش في السند الأصلي إلى أي درجة عمل زي كذا يعني العافنة سؤال حساس يعني بس أنه لأنه فيه كلام كثير جداً وفيه بعض خلني يقول فيه أفق انتظار هائل جداً عن كثير من القرآن اللي يعرفون من أصعيد شخصي مثلاً اهتمام بألف ليلة وليلة لكن أنا ما وجدت هذا الشعور يعني ما وجدت شعور أني أنا فعلياً أظني أحتاج إلى هذا النص لي خلني أقول أعيد وجهة النظر في ألف ليلة وليلة خلني نقول أنا أرى ضمن ظاهرة أوروبية للعودة إلى المكتوب نعم يعني ضمن ظاهرة أوسع هي ظاهرة العودة إلى النص المكتوب أو خلني نسميه المخطوط لأنه هو المخطوط الوحيد الفعلي الموجود والذي ينتمي إلى نهاية القرن الرابع عشر ف لو وجدت نسخ أخرى قبله لصارت لها نفس كان صار رواج بعد أكثر ولكن لا يوجد هذا السبب في تقديري هو الذي جعل هذا الكلام الكثير عن هل هذه النسخ لها أثر واضح لا على الدارسين نعم أن الدارسين انتبهوا إلى أنه النسخة بدل أن يذهب إلى اللوف أو يذهب إلى المكتب الوطني الفرنسي أقصد نعم بدل أن يذهب إلى ذلك هذه النسخة موجودة الآن هذا حل مشكلة نعم فكانوا أغلبهم يذهب إلى المكتب الوطني الفرنسي ويطالح هذه المخطوطة إلى آخره ثم بدأ محسن مهدي يشتغل على ذلك إلى أن نشرتها بريل هل محققت هي فعليا؟ لا كما قلت إنها الدارسين يمكن أن أصبحت متوفرة لديهم تمام أشفحها دكتور محسن مهدي بمقالات نعم هاي طبعا المقالات لطيفة منه كفلسفة إسلامية أن يبحث في شؤون الأدب ويبحث خصوصا في الأركايف الأرشيف الفعلي لألف ليلة وليلة وتأويلات لهذا الأرشيف كانت لمسات لطيفة منه كباحث محترم يعني ولكن محسن مهدي ليس ناقدا يعني لازم نفهم إحنا اختصاصا الفلسفة الإسلامية صحيح فالنقد الأدبي يختلف لأنه ملاحظة النقد الأدبي هي ملاحظة أخرى تأخذ جوانب معينة في طبيعة تركيب الموجود نعم هذا جانب جانب طبعا مهم بالنسبة لقراءتنا لألف ليلة لماذا هتمت الأكاديميات بألف ليلة وليلة لأنه أولا هناك المشروع التجاري أنه الأكاديميات تهتم كثيرا بمادة جديدة وهناك عدد كبير من الباحثين يحتاجون إلى مادة يحتاجون إلى بحث يحتاجون إلى موضوع وهذه ألف ليلة وليلة أصبحت متيسرة أكثر والمواد بدأت أكثر وضوحا إلى آخره فبدأ هذا يتناول زاوية معينة هذا يتناول زاوية إلى آخره وكثرت هذا جانب طبعا الجانب الآخر أعتقد أنه طبيعة العولمة العولمة والتصنيع كحركة واسعة كحركة واسعة في كثير من الأحيان في كثير يحتاجون إلى نص واضح أو مكتوب عنه كثيرا حتى تتكون نظرة معينة خصوصا عند المسرحيين لأن المسرحي يختلف عن منتج الأفلام المسرحي يحتاج إلى تفاصيل واسعة أكثر أكثر حتى يكون منتجا كما نعلم في الإنتاج المسرحي الأخير اللي أشرت إليه في الكتاب عن ألف ليلة وليلة أعتقد أنه يعني هل يمكن نصوص نصوص أخر غير ألف ليلة وليلة أن نشير إليها فيما يتعلق بهذا النص اللي خلني أقول يعني أشار أو خلني أقول أثر المشهد الثقافي العربي أو على الأقل صار له خلني هذا الاحتمام الكبير جدا في الدراسات الجنبية سواء عند الأوروبيين أو الأمريكيين صعب صعب قدم المستشرق المستشرق التقليدي قدموا ترجمات للشعر العربي القديم وبعض هذه ظهرت طبعا لكن من الصعب أن أقول أنه ولدت تيارات باستثناء مثلا مجنون ليلة كذا ولدت اتجاها معينا كما نعلم لأنها قوي تتناول ذلك إلى آخر مبكرا فبالتالي لفتت الانتباه إلى مسألة الشعر أموما وإلى مسألة فعندما تصل لأمشيل فوكو ويكتب مثلا في نظر في نظرية المعرفة ويحاول المقارنة بين الشعر والجنون إلى آخره ترى أنه هذه الفكرة ثابتة في ذهنها أيضا قرأ ذلك مر على ذلك وحاول أن يرى ما هو الجنون وما هو الحب وما هي مشكلة الشعر إلى آخره مثلا التقاطتك طبعا خطيرة يعني وهذا يحسب لذكائك يعني أنا كنت أريد أن أدخل من هذا السؤال لسؤال آخر سنة هذه وزارة الثقافة بموافقة من مجلس الوزر أعلنوا عام الشعر العربي في سعودية وكان هذا النقاش دائر دائما إلى أي درجة المعلقات قادرة على الوصول إلى الآخرين إلى أي درجة المتنبي يستطيع الوصول يعني مثلا واحدة من الأشياء تقول أن المتنبي يتحدث بأسلوب أو بطريقة معينة العالم ليس مهتم بها أنا الذي وأنا الذي وأنا وأنا يعني خلنا نقول الفخر موجود عندنا في حقبة زمنية معينة لكن العالم ليس مهتم بمثل ذلك ممكن يهتمون بلبيد بالربيع مثلا في معلقته وتصبح خلني يقول هذا الاهتمام أكثر أو ربما الصعاليك عروة بن الورد والشنفرة وغيرهم وهذا السؤال هو الدارج دائما فأنت انتبهتك للشعر انتبهها يعني عظيمة يعني لا لا هذا هذا من ملاحظاتي من أنا تعرف قال أقرأ كثيرا من ملاحظاتي إنه مثلا حاولوا تقليد المعلقات في الترجمات الأولى التي صدرت وحاول تنسن في قصيدة لوكسلي هول أن يستخدم لأن هو كان على صداقة بليل أو أخوه نعم في المترجم فحاول أن يقلد النمط نفسه وحتى من كتب بعد قصيدة التالية لوكسلي هول سكستي ييرز آفتر نعم تلاحظ أنه عاد إلى تركيبة طريقة المعلقات في الكتابة إلى آخر ولكن ولكن هذا ليس يعني تأثيرا في حين قصيدة ركوليكشنس of the Arabian Nights كانت أبلغ وقوية وقوية أخذ حكاية وحدة واشتغل عليها واشتغل أوجد شيء فن فعندما يكتب باكلي أحسن النقاد المتميزين الذين كتبوا عن تنس كشاعر قال قال هو مشغول بعالم الفن مملكة الفن كما يسميها هو هذا هذا الشغلة وقدمت لها ألف ليلة وليلة هذه الصورة مملكة الفن نعم برخص واحد أيضا من الناس اللي ألف ليلة وليلة أصبحت يعني جزء لا يتجزع من طريقة خلني أقول أسلوبه في السرد وتأثر بها بشكل كبير جدا والإشارة اللي ذكرت اليوم عظيمة اللي هو أنه أضاف حكايتين داخل النسخة الإسبانية جميل دائما أبو رخص أظن مفتتن بشكل عام بالحالة الشرقية عموما يعني وطريقة الموضوع خلني أقول المفاهيم الشرقين في الحياة وتأملها وهذا الشعور بالوقت فأعتقد أنه ربما صنعت هذا هذا الشعور اللي واحد مثل بورخص كان يرغب بتعلم العربية من أجل أن يقرأ الليالي في نسخة العربية رغم أنه تم الاهتمام بها بالنسخة باللغات الأخرى بشكل أفضل كان فريد أنا في الكتاب أشرت كثيرا طبعا البورخص في الكتاب أشرت إلى أنه بعد ليهانت من أحسن نقات الذين كتبوا عن ألف ليلة وليلة كعالم من الفنون والشرقيات هو بورخص لكن بعد ليهانت بعد ليهانت بعد ليهانت في هذا هذا نظري تخللت كل كتاباته لا يمكن أن يحيد عن ذلك ولكن بشوق عنده طبعا عنده وحدة من المقالات أو الإشارات انتقاد شديد بيه لبعض لبعض الحكايات لكن هذا لا يهم هو مسحور بالحكاية الحكاية طبيعة شكل الحكاية طبيعة هذه الحكايات الشغل داخل هذه الحكاية هذا مشغول بهذا المعنى بهذا المعنى كفنان الرجل كفنان بورخص هو فنان أعاد خلق ألف ليلة وليلة وعاش عوالمها يعني هو الامتداد لكولاريج كشاعر كشاعر مثلا وحاول أن يولد أشياء جديدة من داخل ذلك نعم صراحة أنا شاكر جدا وممتن لوقتك ولحديثك والحديث معك لا يمل يعني نستطيع أن نتحدث معك إلى أي أطول وقت ممكن شكرا دكتور محسن تمنياتي لك بليلة سعيدة وشكرا لك لحضورك معنا أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا